عقيد اليوم الأربعاء في قصر الثقافة بالشارقة المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن جديد مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته التاسعة الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحدثت مريم المعيني المنسق العام للمهرجان عن أهداف المهرجان وعن الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان كما تحدثت عن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان الملتقى الفكري والورش التي ستقام خلال المهرجان كما أنها تحدثت عن جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي وأهميته وعن نتائجه بعدها تحدثت علياء الزعابي منسق المهرجان في المنطقة الشرقية عن المدارس المتأهلة وعن مهام لجنة التحكيم المكونة من سوزان بوعلي وكريم رشيد والدكتور حبيب غلوم